ابني اتولد وجفنه نازل عنده ارتخاء في الجفن او بيرفع راسه فوقه كده عشان يشوفه اول مبارك انا عندي طفل داخل علي العيادة وهو اهله شايرين وعمال يرفع راسه فوقه كده عشان يحاول يشوف لما اجينا نكشف عليه لان الجفون عنده فيها ارتخاء جامل ودهنا نسميه ارتخاء في الجفون في الاطفال الارتخاء الجفون ده بيبقى للأسف نتيجة ضعف في العضلة الاسابل من ما او الاخر ايما العصب اللي بيغزيه ضعيفة ايما العضلة نفسها ضعيفة فالجفن ساقط لتحته الطفل مش عارف يشوفه بيحاول يرفع راسه فوق كده عشان يشوفه فارتخاء الجفن في الاطفال معظمه بيكون قيب خلقي مش وراسي مش موروش على الاب والام الطفل بعد مما تولد الاسابل من ما او الاخر الجفن ساقط وبيكون العلاج متوقف على الحالة بتاعته الطفل لو الجفن مؤثر على الرؤي عنده يعني متطلق يعمل كده عملي يعمل كده عشان يحاول يشوف يبقى في الحالة دي لازم نعمل جراحة له بدءا من ستة شهور لو مش مؤثر ومجرد حاجة تجميلية ممكن نعمل وفي الاغلب بنعملش بنعمل لو عايزين نخلي الشكل احسن في الاغلب بنعملش لموضوع الشكل اللي مش هو مشكلتنا لان في الاغلب قاعدة في الاطفال انها متدخر وصلح المشكلة لو مؤثرة على النظر فلو جفن في الاتفال بسيط بسيبه لو في الاتفال كتير وحاجب الرؤية عن الطفل لازم يعالجه في اسرع وقت ما ممكن شكرا موسيقى